موسيقى بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم ان شاء الله سنقوم بعمل سمك الراية في الفورن بطريقة صحية ومقرمش في نفس الوقت والذيذ تتبيه لها رائعة نبدو على بركتي الله اليوم ان شاء الله سنقوم بعمل سمك الراية كيف تشوفوا معايا سنقوم بعمل مقلي في الفورن بطريقة صحية واقتصادية اول حاجة نقطع سمك الراية بشكل طريفات صغار بش يسهل علينا نتبلوهم ولو نديرو اليوم التوابل وبالنسبة التوابل غادي نحتاجو ملعقة صغيرة الملح ملعقة صغيرة الكامون قصبور يابس تحميرة او البابريكا الكوركم او الخرقوم هنا عندي سكنجبير ملعقة صغيرة وهنا ربع ملعقة صغيرة تومة بودرة تومة مجفافة هنا عندي ملعقة تقريبا جوجريوس تومة كبار محكوكين هنا عندي ملعقة كبيرة ما بين قصبور ومعد نوس مطحونين وحامضة اصرتها وصفيتها مهكوكين نزيل نقوم بالقشاعة بسم الله نقوم بالقشاعة بسم الله نقوم بالقشاعة الحمض الليمون الملح كامون نقوم بإضافة العطرية كاملة صبور يرز تحمير كل شيء معلقة صغيرة خرق بودرة التوم وسكينجبير تومة متحونة تقدروا تكتافي وغنب تومة متحونة نضيف المدنس قزبار المدنس متحونين ورام قطعين بحالك ده نضيف المدنس الزيت نضيف المدنس تقريباً زيت ناباتي نضيف المدنس نضيف السمك 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 يجب ان يشتربها يجب ان يشتربها جيد اقوم بتعطيب القمح اضع القمح سوف نقوم بتقريباً 4 معلقة صغيرة بودرة التومة نقوم بتخلط نقوم بتحديد منطر سوف نكون النادة ندرس فيها ورق زبدة سوف نريد عمز ورق سمك نضغط الشفاء سوف نضغط سوف نضيفه في اللطا نضيفه كاملين طريقة صحيه في الشرمولة يحتاجون تقريبا غير جمعة قضية زيت نباتي و بالأسما يحتاجون الزيت لنقليه سوف نضيفه ببكوه سوف نضيفه ببكوه سوف نضيفه ببكوه سوف نضيفه ببكوه طريقة اقتصادية وصحية في نفس الوقت نريد أن نقليه و سوف نضيفه 1.5 لطا الزيت طريقة جيدة سوف نضيفه سوف نضيفه 1.5 لطا زيت السيتون سوف نضيفه سوف نضيفه لفران سوف نضيفه سوف نضيفه سوف نضيفه هذا هو الشكل النهائي سوف نضيفه وطري و طيب مزيان و مقرمش سوف نضيفه نتمنى إن شاء الله تديروا هالطريقة الاقتصادية و أهم شيء أنها صحية ونطلقوا إن شاء الله في وصفات جديدة ومتميزة سوف نضيفه سوف نضيفه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا